السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا الفيديو ارقاكم في احسن الاحوال وكمال عادة شكرا جزيلا تعليقكم الاكتر من رائع الفيديو انتع اليوم كان مستوحم واحد تعليق انتع او احد الاخت اللي قتلي اسماء راني شفت كفر حالة في رمضان ده كنا في واحد الفيديو وافتقدت هذا الشعور وانا بالنسبة لي رمضان فوبيا عفتي لك التعليق دياله تاني لواحد درجة اللي رجعت جاوبتها في ساعة لماذا اختي رمضان فوبيا وشهر الغفران وشهر العبادة وشهر لك حين نمت وجديد من بعد ما نكون نسينا نفسنا مسلمين وكان تيه فتن الدنيا وفتن الأولاد وفتن الأشغال البيت وميم كان تيه بزاف وكان نزلقوا بزاف وكان نجاوزوا حدودنا بزاف مع الله هذا رمضان على الاقلاك يجي بعدها كيردنا واحد شوية على الاقلاك يمكن طامعين اختي رحم الله سبحانه وتعالى لعله يرحم ونفذك بدك الشهر لماذا اختي بنسبة لك فوبيا قالت لي اختي انا ماشي عليك اتهدرش على علاقتها مع الله قالت لي ما خلوني يشتن عبد الله في رمضان قالت لي الضياف اليوم شاء الله سوف نصير هذه النقطة سوف نصير على الضياف وكذلك سوف نشير انتباه لواحد الحويجات اللي يغفرنا عليهم والذي بزبد الأخوات ولو انهم تكلموا على البرستيج لا ين breedsبا نسمونه على الضياف وما وестеهين تكلموا بطريئة غربية النساوه انحنا واحد لأيض하는 مشتمع الذي يخدمching للحضاره واحد لأيض المجتمع او تقاليد مجتمعه الصعيب وسهل ساهل قلاد صحوص لا يستطيع أن يتيقك بأنك تعاني أو لديك شيئا في الداخل يعني يريد أن يشوف كل ملموس صعيب كذلك في التعامل فقدنا شيئا فقدنا شيئا من الدين فقدنا ذلك روح التعاون والسبب الأول أولا بوعدنا على ديننا ما كنفهموش والسبب الثاني ليوتيوبوزات اللي يعطوكم نصائح وأنتم ما ما تعرفوش من يتخذوا النصائح أنا برأسي لم أشتونيش الأهل ودائما نقول كما قال ابن أنس ودائما نقول إنما أنا بشر مثلكم أخطئ وأصيب وأنا قلتها بزاف الأخطرات إنما أنا بشر مثلكم أخطئ وأصيب فانظرو في رأيي فكلما يوافق الكتاب والسنة فاخدوه وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فالجنبه يعني تلشتوا هذا الحاجة اللي كنقول لكم أختي الحاجة اللي غدت ناسبك يدهام عندي والحاجة اللي غدت ناسبك لا تدهاش لا تدهاش المشكل لا تدهاش لا تدهاش لا تدهاش لا تدهاش لا تدهاش لا تدهاش لما تقولون ما لا تفعلون كافوا رمقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون شيء صعبة تدهاش لا تدهاش يعني تدهالي الحافيز قولوا لي شمال آية اللي كتحرككم أخوتي في القرآن سبحان الله كل واحد عنده واحد آية هاد الآية أنا كتخلعني وكتحفزني في نص الوقت فالأخوات راجاءا عارفهم يمن غلنا نخذ النصيحة لا تدهاش لا تدهاش لا تدهاش لا تدهاش لا تدهاش لا تدهاش هذا ليس تنقيس منها لكن الإنسان نأخذ مثلا 24 سنة الفق 15 سنة الفق تزواج 10 سنة الفق فهذا العصب دينا 10 سنة الفق نقدر اختيك لديها حويات المخليين العلاقة مستمرة لأن الزواج نحن نشوفه صعيب لا تدهاش المد والجزر والأخذ والعطاء ولكن وبالخصوص مع رجل من المجمع دينا لأنك تكون طاغية على ذلك الفكر الدكوري شوية وهذا وتتكون لنا تسلط كله على المرأة وهذا وكذا رقيت السيدة عائشة والوالدة والأولادها إذن أكين الأسرار تقدر تفيدني تقدر تفيدني ومضمن الأسرار الوقت اللي كان نشوفه هو طالع مثلا تغافل تغافل تقدر تأخذي منه إنسان ضرب عشر سنين لفوق واحد أخرى ستتضلي على صربيات الأبناء نشوفه في الوليدات واحد أخرى ستتضلي على بريستيج أنت على المرأة المسلمة وكيف تغافل خصات تلبسه وكيف تغافل خصات تغافل وأخذني نشوفه فيك واحد أخرى تضلي على الألاقة نشوفها فيك لن يكون واحد إقناع لن يكون واحد إقناع أما سنسمع واحدة تغافل على شيء ما واضع لا علاقة بها بعدها فانتبهوا أخوتي وانتبهوا لا تقوش تنجروا المهم كما قلت لكم الموضوع الضيوف والأداب والأداب تتكلموا فيه الأخوات ولكن تتكلموا فيه بطريقة أجنبية أكثر المساوي بأننا نحن عدنا في الدين واحد الحاجات للإستئدان هذه في الدين ديالنا واحد أخبرت لكم أنا لم أقبلش الضفي لما يطلش والإستئدان مني وقال لي راني غاني نجي واجهني واحد لهجوم حسيت كأنني كنتكلم ناس بعاد على الدين وهي آية الإستئدان كنا في القرآن الإستئدان ورسول عليه السلام والإستئدان كنت تقولي لهم أخصكي قبل أن تأتي عندي تعلمينه كنت تقول لك ولا لا سمحي لي تقورتوا تقورتوا والذين تعايشين عند النصارة جاءوني التعليق بقيت نضحك والذين تعايشين عند النصارة والشريفة وراف ديننا وراف ديننا وراف ديننا اختيرا كي يقولك استئدان وفي كتاب الله سبحانه وتعالى السيد الخلق عليه الصلاة والسلام الله مصلى على الحديد محمد قالنا استأدينه وعندما يأتي الدقة يا شتيت وليس عند الناس دقي المرة الأولى الثانية الثالثة محلولك ارجعي بحالاتك ما عرفت لك المرة قالتها هي وراجلها من عشرين ما عرفتها كتدوش ما عرفتها طالع لها كما يقولوا القردة كي نقولوا نحن الله الرأس وما مرتاحش في نفسيتها وبغا غيت تقلس بوحدها ما عرفتها مخاصمة يا وراجلها ووصل إلى واحد المستوى وإلى حلاتك ستعرفي الصرارها أمورها ما عرفتها واذا فهمتوا أمور الحاجة أخوتي كما نقول لكم الاستئدان هذه ما هي مولود المسلمين والذي قال غير ذلك فيعرف رأسه بعيد كل البعد على الدين نستأدق ما هي غا نجو نزلع للناس عفوا أنا أخوتي رأس لتلي شوية ما هي غا نزلع للناس أحيانا احنا كعرب وكا مويم لما نقول ذلك عرب وهم حيث كتتخرج مجتمع دينا كامل ما كان أرضاوش يعني كنبغي بنادم لاجا نكبره به هاكا كبقت فينا كنبغي ما تستردش تقولي لا يا غا يجي عندي بنادم وغا نحط له غيل لوبية ولا غيل الإعداس ولو أنا ذكره ماكلة كنبغي ونكبره هذه قاعدة فينا خايفة يا قاعدة خايفة ولكن فينا صعيب نحيدها يعلمك بنادم ربما تكونش عندك المادة ربما يكون عندك ذلك الماكلة قليلة ربما عليك ذلك الإحراج نرجع للنقطة اللي قلت لكم ما تسمعوا من أين كان أنا سمعت بودني ماشي يوتيوبوسة ماشي جوش ماشي ثلاثة كنصحوا واحد نصيحة اللي لا علاقة ابتاقى ليدنا كمم إحنا يرخاء أخاكي ما كان قلت له نجيبوشي أشياء وكانت علموه البريستيج وآدب الأكل وآدب الطاولة كالتحط وآدب اللبسة جمعين سيد الخلق عليه الصلاة والسلام والقدوة دينا قبل ما يمشي وحق الأجانب هكي يضعون ما يضعون سمعت كما قلت لك واحد الهضراء اللي جاتني فشكال قال لك لما لم يتمشي ضيفة عمشي حد دير راسك ضيفة دير الرجل على جر انتي مغاداش خدامة وخير تمشي عند حماتك وانتي غادة دبا بولادك دبا خايل احنا نسقطوه على المجتمع دينا دبا أنا اسماء ندير بعض الوليداس غادة نزور الحامات ديالي في مدده عليologاه ولكن لينا فريد اترحموا لي هذا النوم الله يرحم ورحم أموت المسلمين لينا فريد سأترحمة بربعه ديالة وقال لك لا يمشي عند حماتك دير الرجل على الرجل وقلس ووهيق نضر الكوزينة ومساك لديها لا تعاون ولا جميع لا تحجي على الصيف القنط وعين في منطق طبلا وكيفية تتاكري وكيفية شديري وانسوا كما قلت لكم وتعاونوا على البر لا تقوى ولا تعاونه على الاتم والعدوان لأن هذا عدوان أنت تأتي بالها 4 ساعة البز عند أي شخص يمشي الضيفة أنا سأضع أختي عند أمي الأقلة من البرستيج هذا أخذهم عندي أدب أنا كنت أرى المرأة المسلمة المرأة التي تعرف بنا وبين الله المرأة الغير طالمة من الأدب غينهد وخا غينهدراني سأعاونك نجمع الطبلة هي عاود مني ستكون بنت الخير وعاود والناس يفهموها أتỉ pedals لا 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 أتراك مرة أتناقى الحفة , كنت أبركي قنيوا أريد أن تكون تود أية حاجة تقريب لدينا الحفة وكانوا تطيلها الحفض كانت أنا في عَبِزي وأنا في الكوزينة ونرى يصل على الرجل واللحام ويعين هوديا وعين وإست coضي عريضًا ومثل من المصيفية وإستخدام التربعة وأنا في الكوزينة على القحيدة و المستخدمة؟ لأى تفسير تكون لديها المثالة لكي أجلب أمرة ما زال الناس الذين يكون لديهم شوية الفلوس رانهالي قد اعراضة كبيرة تجيب شي مرة تضعها في الكوزينة تضغسلها ممعنات او قد تكون عندها لغسالة او لا ونأتي ونحن نديره كون نرجع الى الرجل قال لك لا قالت لي واحد يوتيوبوزه قال لك باش نكون نخوه ونكون همه ومسكينا هذيك انت سمعوا واحد القاعدة قال لك انت ماشي غدا اخدامه عند الناس انت غدا ضيفه اه وهذي اللي غدا عندها يخدامه عندك انت تجي تديري رجل على رجل وهي تخدمك واغي من الآذة بغي سواب وخاما غدا تنوضج تديري ودك شي اغيدك الهده نكون وقال سنسا لنا الماكنا نهد انا نجمع معاك هيا را تقول لك اكترية انا كنعرف الاكترية ومن يوجبذ ولكن غدا تكوني كينما قلتك طهيبتي لها الخاطر ليلا انا شي وحدهت هذا وتنوضج تقول لك اختي انا نجمع معاك انا نقول لها والله لا جمعتي حشوما جلسي ومرحبا بيك ولكن في الدخل سوف نفرح اذا استعدتك شي ما تحسي بشي تقليك تحسي بحلي انسان واش فهمتو ماشي اي حاجة تسمعتها اي حاجة قلت لي واحد السيدة اللي بنت لي انيقة ولا واحد السيدة اللي بنت لي هادا ما كتفهم ولا شعجة غاد ينطبقها وهذه كل المرا كبيرة اللي غاد تمشي عند احمدك سواء او لا انت اديلها بزك وولادك وصداعك وغاد يتمشي ودريرك نعرفهم بسلامتهم وهي اللي كبيرتنو تخدم عليك لما تحركيش هخليهم غيهدو غيهدو رغيم السواب والادب هاتي اول نقطة ثاني نقطة اخوتي دابا رمضان والعواشر ما في هاوال وغاد يعني شي حد ندي معايش حاجة فيدي شي فطائر مصوباهم لما قديتش نصوبهم نشري ما في هاتش حاجة ندخلش حاجة فيدي ماشي اللاراني غاد عن دمي كي اللي كتعرف روصة غاد عن دمي ما عندخطها هاتك شي كيمشي وعند حماتي عادي ندخلوا شي حاجة شي مسكوتة شي فطائر حليب طمر فواكه هاتي يجبتون هاتي الأمور وللأسف كما اقولك عارض تحت قناوات الاقتصاد اللي واحدة قالتها بالصريح واحد القناوات الاقتصاد اصدمت قلت له مهاما جاي رمضان هو الفطرانة على الاقتصاد قلت له مشوفه في النهار صايمين ونجي الفطر كل مرة مرة في الطريف دارك مرة سيدي عند أمك مرة سيدي عند امك مرة سيدي وشوفوا لكي يخوه جراف شكال لكي تقتصد على جيبها وكي تقلس عندك كما كان قوله تقلس عندك زعماك يبغي ننمي براسطة زعماك يبغي ندير براسطة انا شمتك رجيت وخدمت انتيع لي وانا كمشي عند الناس والله ما ندير يدي في شيء حاجة وما ديتش ومشيت ما هذا المستوى هذا ودو نصائح يتقدموا في اليوتيوب والناس حلين فمهم هذا السيدة المسكينة اللي قتلت كفو بيا رفشت نقشت معها رجل كي يجيو عندها هاجوج ومجوج قالت لي مصاب مسكينة قالت لي مصاب كون جاتني في حماتي حماتي مرة كبيرة كين نخدمها يا كين نخدم ممي قالت لي حرام عليها قالت لي مرة كبيرة قالت لي ولكن الويسات وما زالين صغارات والخوت هضرت على خوتها يعني يجو عندك خوتك الويسات وكوشي غايكل كل كله وقالسين لا ينظروا ما يردهم معك في التحاجة ويقالسون نهار الجوج ماشي غايغده ولا عشاء وفطر ويمشي بحالهم قالوا يباتوا ويعاودوا وخصهم الفطر والعشاء والصحور والزعد البز ما يقابلوا الشاولادهم لا تشيره بزاف الناس ولا تجيهم فو بيوم رمضان ولا الناس يكرهون رمضان بسبب هذه الضيافة هذه الطريقة التي لا تموت تلا بدينها ولا بصيلة لا زعمة دكاء منك انا شمتوا ما غال نمشي لابسة ما نديرش يديه أولا نخليه حتى يقرب بالفطر باش نيشان مع الطبلة ناكل ونخرج بحالاتين اوكي شي وحدين زعمة واحد الموقف محرج كان وقع لي وانا غا نتكلم عليه انتم لم تتعرفوش السيدة اللي غا نتكلم فيها وهذه السيدة ما بقيتش انا يقاع رادي السنين را ما عطفين اراضيه وش بقى عقل علي ولا أي مهم يعني لأ حقل علي السبال الوجيس يدير الإنسان خرج ويأتي في وقع عادي وإذا كان راجل يتفرج الله رادي سيخرج احتراما لك احتراما لك كذلك احيانا نستطيع وعي خرج اخوة فجاجة بوضع حمام وعادة في العنائي ومعروفة ببواده وانتقيتها في مزنقة وعرض السادة في ساق وقلت بذلك كنت تخطيها بأبعدتي هي من الجاهلية هذا جاهل مني ولكن كنت تعلمه دروسة نحاوله اننا نبارتجيها مع الأخوات لا ندخلي من والا لا ندخلي من والا عندك الضار المهمة أخوتي جاءت هي فجأة دخلت حسيت بها بحالي أطار التعب عندها ماهلك قلت لي اختيرني جاءتني حق الشهر عليها قلت للريجال يخرجوا جاءتني حق الشهر أنا ما هياش آآ صافي عادي أنا في البالغ يرى فيها حق الشهر جاءت واحد شوية قلت لي بغيت ندخل الحمام وانا اختي زيتها الحمام تفضلي هذا دخلت الحمام وانا بركت لوقت الى حاجياتي خرجت هي خرجت وانا الزوج ديالي هي رهفة صار بعيد وانا ايام الجاهلية كان قولك كان بزز على رجل يدخل البيت وستدع لي قلست اما عندي السيدة وانا الزوج ديالي قال لي رقيت ارضي العاصر هذي بغيت نتغطى وانا خرج بحالتي وخودي راحتك انا حس جاءتني في كلها تواقضت انا في هذه النقطة جاءتني في البلدية لي راسيدة رافي حق الشهر ربما ما تكون ما كبتش ممزيان وربما شي حاجة دخلت بغيت له صبر واحد دقيقة صبر الراجل دخلت ننظف ديما عندي واحد البخاخ ولك شي ننظف دخلت كننظف كل شي مزيان طوالي تقضيات المسائل ديالك وشي باخير ما كينتش شي حاجة سنت انا قمت بتنظيف تغيرها اوكا قمت بتنظيفها اوكا قمت بتنظيف تغيرت نظيفها جيت نقبل معها نغسل يدي وذلك شي وانا نهز الفوطا وانا نهز الفوطا اللي كان نهزك رقى فيها قطار الدم حق الشهر ارى اشوفه بلا دمه لانه دمه لانه اشغلوا راسه دخلات استنجت ومسحت لي بالفوطا وكا ندخل الزوج وشاف ذاك المنظر ولا مسح بها وجهه ولا يعني واحد الانسان تقول ما عطفين مربز تقول لي قاع ما يمكنش من تفوض لهذه المسائيل ومن ثم ما جاءتني ذاك الفكرة تقول انا وهذه الفكرة الصراحة اخذيتها من جارتي الرومانية الله يجازيها باخر يعني انسان كتتعلمي من الناس رمه ما كان اختلاف انتها الدين والاجناس ولكن كتشوفي واحد الناس عندهم واحد الحويج اللي انسانيين هاتسي دادي الرومانية فاش كتجي عندي كتجي عن طريقة الفوطة دياله كتجي عن طريقة الاغاتبات كتجي عن طريقة الناس واحد النهار اخوتي كنت عندي لك ساعت كنت انا في أحد داره المون وكانت قتل غايت تزورني قتل لي عندي غاية وحضر رنفو انت عطبي بقبالتي وليس باستعطي قتل عليها دخلي دخلي واحد الساعة اتجبد من الساعة انت 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 اجبدت جبدت هذو كل ذهب جبتت و معضلت فوق باستخدامها وقلت لي أنت مزروبة لم يكن عمي اللي أتعلم تبايد وقلت لي أنت مزروبة لم يكن أتعلم مزروبة قلت لي أنني لم يكن يكن عمي اللي وقلت علي أن اتفاجأ وقلت لي كنت أترسق لمدة ليلة لكني لديت لانتقوم بإرسالة قال لي وراني جبت الحتياط ريالي لم تكن من أقول ما حويجة تراغب العقل انسان يجبون ان يكون هذا ما يدعون في الرجلين رقيتهم يتباعون في ما؟ باكية ويتباعوا في المغرب في الفرماسيانات ويوجد ثلاثين درهم الناس الذين ينفي دارها ويأتي عندها لا يريدون أن يدعون صناد لهم ويأتي بردو ويجبون دائرة الضربية ويدخلون لك ويأتي وعطيها لم يوجد شيئا وليس لحقة حشوما وليس لديهم الضربية فوق الضربية أحيانا الناس لم يكن لديهم وكان يصلوا فوق الضربية على الصالون واذا فهمت أخوتي؟ هذيك ديريها يلاجع عندك شيئ واحد الحمد لله تأتي والناس يفهموا راسهم لا يستقبل أن يدعون فيه الضربية هذا الصالون بزرد أخوتي يقولون لي لا يدعون الضربية سوف ندعون طواركة أو لن صار هذا ندعون بانطوفة للضياف يعني إنسان يقرس في دوارته ويصلي في دوارته واحد أخر ما عاد فيه زاطم يجيب لك الطاقة ويجيب لك الضربية ويجيب لك الضربية هذي برصة داخلة من أداب واذا فهمتون؟ أنا أعطيتكم على الموقف كيف وش وقع وشنو قالها؟ وعبت يا أخوتي ما ندبش عليكم الله يسمح لي أو يسمح لي تقانايا لأن أنت ضلمت نفسي يعني إنسان كان يطلقوا أي واحد من والا وكان لك معرفة من والا تتورت البالة يعني بدأت تدخلي عندك الضرب ومن شفاء برفوطة وده باك ومسح بها الزوج دياني والترقل وهذا شي باين معيق وشنو قال لها راسة عادي ورجعت على اللقاتها عادي في الفلسة نتعلوجها هذيك ما بغتش تنساني بقيتك نقول الإنسان وخميكوش عنده قرامد العقل فهذا كثير من الناس يتعاملوا يعني في كم يمشوا عن الطيف بواحد رجعتك نحس بحالي كم يمشي الإنسان يطيف حالي شمتع سوف نتعاملوا اليوم لا نتعاملوا الفطور لكي نقتصر وهذا سمعتوا بوادني في قناوات رجعتك تحشمي وكتبولي تشهير وما تقديش وحد آخر وما تفضحيش خوك المسلم ومرة تضعوا بوجههم القناة تقول للمستوى هذا اللي كتوصلوا للناس وعندهم متابعين بالعرام وحد آخرات تسمعك وتقول لك الاقتصاد لا نتعامل الفطور اللي قتلها قتلها طيبة شوية قتلها المنزانية لرمضان طيبة مرة ولكن كل نهار حاولت المشي منها الصيلة الراحم حجة وزيارة قتلها ومنها انت مقتصدة شوفوا اني ينتع الزيارة كيف يجد ديرها فرجاء اخوتي بيش يكون هذا الفيديو فيه واحدا نمشي وعند شي حد ونحط راسي بلاسه هذي اول حاجة الاحساس اللي فقدناه واللي والله نفسي نفسي والله انسان قلق النخوة مالنخوة نحن مسلمين تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاتم والعدوان هذي اتم وعدوان كنت معي غيبات اخته اختي اخته بانطفتي كنت يعاني غير اختي كنتي خفيفة فريماسيا امد لك واحد اكتبات واختي لماذا تزد طمي لا تصحيح اقول لك لا أستطيع تغير سيكون ذلك لا تحتاج الى الغربية لذلك يبقى كوشنقي ها تغير قاسها مرتاحة والذي يستطيع أن أخي وماذا أخي أقةد أخي تكون مخطر أمك تكرم زوجة عندها رجلها تقدر تكون في ضروف معاشرة وماذا تكون جديدة تقدر تكون قاسي سحاميمية وانت دخل عليها وراء الاستئدام وراء الاستئدام وراء الاستئدام من الاسلام لكي لا نقوله من نحن نحن نتعلم وقال لكي يكتبوا هالي قالوا لا لانتو مختي بزافة شي احنا اختيتك نجي وصفات لكي نعلم ان اختي جاية عندها ولا نعلم فيه انت حاجة بشي ضروري انا عارفة كي يكون واحد كي نعلمها ماشي بشي توجد عليها يرى اختيك حالها تقبل عليها كي كانت وخاتها تكون جي عنا نجوع معاها وخاتها تكون ما عندهاش وعرف تراثي ما عندهاش وانا بامكاني ندي انا نتقضى وندي اختي ولكن شويش انتعي الاحساس غر نختم بش منزيدش نطول عليكم ومنكنش كي ما نقوله تقيل على القلب وغنقول ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه يؤوني بشكرا لكم